تبتدي تنتهي الأزمة هل الفلاح مازال يشكو من نقص الأسماء ده؟ أنا موقع لها كشركة زراعية أن أنا بوزع لخارج الزمام أنا ما عنديش مشكلة في الخارج الزمام وأي مساعدة محتاجة من خلال المنافس بتاعتنا من خلال الشركة الزراعية بتاعتنا في وزارة الزراع ما عنداش أي مشكلة برضو نحن نتعاون معهم من خلال المنافس دي بس أعتقد الفلاح بنسبة كبيرة قوي بعدما الفات التسليفات غيرت بقى بيواجه المشكلة اللي كانت عنده هي توفير الأموال اللازمة لشراء الأسماء ده ومعي الدولة برضو محركتش أسعار الأسماء ده النهاردة السماد المدعم النهاردة باربعة ونص مقارنة بنواف سوق النهاردة بنتكلم بتمانية وبتسعة وبعشرة وفي بعض الأوقات وصل لقمستاشر ألف جنيه السماد وستاشر ألف جنيه عالميا أنا بتكلم عالميا ستيل برضو الفلاح بياخده بربعة ونص ما عندنا سوق استخدام في الأسمدة ما عندنا سوق استخدام في الأسمدة طول ما ما عندناش رأي حديث فعندنا سوق استخدام في الأسمدة رأي الحديث بيوفر أكتر من 30 إلى 40 في المية من الأسمدة المستخدرة وحاجة طبعا عارف في إنع إيه اللي بيحصل المية بتتفتح والسمات بيتراش وأغلبه بيروح مع المية إنما لما يكون فيه رأي حديث بتفتح كثيرا سؤال الأخير عن الاكتفاء الزاتي من المحاصيل الزراعية السيد الرئيس أكد أكثر من مرة على قضية الاكتفاء الزاتي إلى أي مدى يمكن أن يساهم البنك الزراعي في هذه المنظومة في الفترة الرهنة؟ نحن مع أي توسع موجود في زيادة الرقعة الزراعية وبعدين وفي زيادة إنتاجات الفترة بصحيك برضو التوسع بيكون من خلال حاجتين إن أنا أبتدي أطور مع المزارع بتاعي النهاردة يعني مثلا العنب كان بيتزرع وبيتغطى وبيتعمل صف واحد ده على سبيل المثال النهاردة التكنولوجيا خلت المزارع يتطور ويزرع على صفين فوق بعض فبالتالي هو يشتغل هنا رأسي وبالتالي الفدان اللي كان بيطلع من طن بقى يطلع الباطن طيب الصحراء واسعة موجودة إحنا معاها قلبا وقالبا في تمويل يمكن إحنا مواقعين أكبر بروتوكول التعاون مع محافظة الواد الجديد مواقعين أكبر بروتوكول تعاون مع الريف المصري طيب بنعمل إيه؟ بنوفر تمويل الأبار بنوفر المكان بتاع الأبار بنوفر السلفة الزرعية يزرع بيها المزارع المحافظة بيقدم إيه؟ بيقدم الأرض ومقابل حق امتياز يكاد يكون ولا حج البروتوكول اللي بيننا بيقول إيه؟ بيقول إن لو هو مزارع جد هنكمل معاه لو هو مش مزارع جد أنا صرفت على الأرض دي كبنك زراعي يا محافظ أنت بيتحفظ لي حقوقي في الأبيار وفي المكان وفي كل الكلام دوت وتجيب مستثمر تاني لأخذها أحنا مولين مشاريع بـ 200 مليون و250 مليون في الوادي الجديد في الععينات في توشكة فـ ودي النترون خليبها حقا حلفين مصر كلها نعم ومستعدين للف تاني وتالت نعم وبقول حقا يمكن الجولة اللي جاية كمان حتى